تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها فيل ذو أذنين حمراويين فوجئ أحد العمال المصرفين في الهند برؤية فيل بأذنين حمراويين أثناء رحلته إلى إحدى الحدائق الهندية وقام بالتقاط صور للفيل الآسيوي الغريب في متنزه والذي أدى تصبغ في جلده إلى ذلك اللون المميز بين جنسه نتحول وإيانكم مشاهدين إلى صحيفة اليوم السابع المصرية وجمعية برتغالية تدرب كبار السن على الرسم على الجدران جاء في تفاصيل الخبر لجأت جمعية برتغالية إلى وسيلة جديدة لإخراج كبار السن الذين تتراوح عمارهم من 70 إلى 90 عام لتدريبهم على الرسم على الجدران لإخراجهم من عزلتهم والتمتع بالحياة وتقوم الجمعية بعملية تدريب تستغرق خمسة أيام وبعدها تقوم بإخراجهم إلى الشوارع لممارسة فن الرسم على الجدران نطالع مشاهدين من صحيفة الإمارات صحيفة الاتحاد الإماراتية والداء رضيعا يوافقان على السماح بموت طفلهما تخلى والدان لطفل بريطاني عن معركة هماء القانونية لمنح الطفل المصاب بمرض عضال المزيد من العلاج وسيجريان مناقشات مع المستشفى الذي يعالج به في لندن بشأن الطريقة التي سيسمح بأن يموت بها ومشاهدين إلى صحيفة القبس الكويتي التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم نخلة تقتل مذيعة مشهورة وثق مقطع مصور لكاميرات مراقبة مثبتة في أحد شوارع الهند لحظة موت مذيعة هندية شهيرة وذلك إثر سقوط نخلة عليها وتم نقل المذيعة إلى المشفى على الفور إذ أصيبت في نزيف حاتف المخ ما أدى إلى وفاتها في اليوم التالي ترجمة نانسي قنقر